هو دائما كان ذاكي انه يبقى اللو بروفايل يعني اللي هو ما بيظهرش كتير ما بيحسش بنفسه يعني واحد من اهم المدربين اللي جون في مصر يعني اخر عشرين سنة ما يحسش بنفسه فيطلع يقول كلمتين كده يبان فيهم انه هو حاجة طول وقت مختفي اخر ما انا ما كنا مع بعض بالمناسبة يعني تلسة بحكيها في الانترو طول رقب تنهايب عايز عامل معك انترفيو تعالف كتنهايب جلت عايما ما بيطلعش بالكتير بعد المباراة المرئيس اللي يسألوا عن المباراة وخلاص فقول له عايز عامل معك انترفيو يعني انا احب الكابتنهايب جلت عامل معك انترفيو فالله يا كريم مص الجملة الله يا كريم استهلا لو طولها تتكلمت ممكن ناس تزعل مني اللي هم مزعلينه يعني هو الشاي الهم انه يزعل حد هم مزعلينه فقد ايه شخص يعني حتى اللي بيزعله هو مش عايز يزيع ومش عايز يضيع حتى لو لو نفسيا شخص هادي مش عايز يعمل مشاكل لحد ولا هو بيعمل مشاكل لنفسه كابتن العاب جلال مشوار جيد جدا في كرة القدم المصري والله هو غير مشوار سيبك من الشطرة في الكرة لانه فيه جزء منها رزق كبير يعني يعني فيه ناس كتير بتاكتهت سواء لعبة او مدربين وناس بتنجح قوي وناس بتنجح نص نص وناس بتنجحش مش دا المهم مش دا المهم هو منك تنجح كمدرب لكنهم منك تنجح كانسان هو نجح كانسان كابتن عاب هو deeperの كان في الأول ومكانش بيبض مرتب كبير كان بيطلع фلوس كتير جدا للناس عمليها شهرية الم HELMでは كان بيتقلب لكدا بس أنا كنت عارف الكواليس دي يعني فيدي فلوس في الشهر فلوس كتير جدا للناس بيتصدق بيها شهرية في النادي ؟ بالنادي وبرى النادي وحوالينا وبص كان حاجة يعني مكافأته كلها ومكانش بياخدها كان على طول بيطلعها مكانش بياخد مكر ومشش بياخد مرتب كبير خالص يعني أموره ما ده مش بقولك إنه بقاله مثلا سنين كبيرة في الدور ومتلاز في عمل فلوس فمش عايز الفلوس دي لأ كان بيطلع فلوس كتير جدا وفي موقف تاني برضو محدش عارفه غيرانا وهو كان عندنا لعيب في المقاسة صحينا في يوم وليلة حصلوا حاجة في المخ مش لعب كرة تاني ورحت معا المركز الطبي العالمي ورحنا كان فيه سطوف كنسلت أطباء كبير جدا وشافوا الولد وشافوا الأشعات وشافوا الحاجات اللي طلبوها مننا وكان معاه أهل والولد وأنا رحت وبعدين لدكاترة دخلت أسألهم بقولهم هو إن شاء الله هيرجع الملعب إمتى قالوا لي قولوا إن شاء الله رجع يعيش تاني إمتى بس هو دخل على رجلي سليم يعني اللعب ده بيلعب موجود دلوقتي ما سوفش حاب بقول اسمه أكيد يعني فالمهم شفت الحالة كانت صعبة جدا ورجعت الكابتن إيهاب وريته لحاجة كان بيتصل بياه كل نصف ساعة من الساعة ساعة سابعة الصبح ورجعت وكانش العيب أساسي خالص وكانش العيب مهم بالنسباله في الفترة دي يعني أصبح العيب مهم بعد دي كده لكن ما كانش مهم في الفترة دي رجعت قال لي عملت إيه ورتوله الأشعة هي والوضع كذا كذا والدكاترة أقل وكذا كذا فالمهم دفع هو فلوس يعني هو مع النادي طبعا كابتن والد هو دي كان مبلغ كبير شوال إن كانت الأشعة بعرفش 20 ألف جنيه حاجة كده يعني حاجة كنت أقول للمرة أسمع عنها يعني وبعدين إداني فلوس قال لي إدهاله قابله وإدهاله قداني رقم يعني كبير جدا ما نجيبه الشخصي وقال لي ما تقولوش إن كابتن إيهاب اللي دفع الفلوس دي فقال لي لا ما تقولوش قال له أنا بأمنك يعني أنك ما تقولوش وكان رقم كبير جدا قداني الفلوس كاش وروحت للولد عند البيت وقولت له كابتن إيهاب باعت لك فلوس دي أول كلمة قلت له لا أ wiadis لأ هقوله مين أنا هقوله مين ولو ما سألنيش أنا لازم أقوله يعني لازم يعرف هو الولد في حالة كان ممكن ما يعيش اصلا مش ما يكملش كورة فهو محتاج اي دعم يعني فلما يعرف ان المدير الفني اللي احنا بنحبه قوي هو بنفسه لعمل ده يمكن دي معنويا تفرم معه وبعدين ده حق كابتن هاب يعني محدش فينا عمل حاجة يعني طوله كابتن هاب بعيد لك عالمه انه كابتن لعب ما كانش بيخليه شارك كتير يعني ما كانش العيب اصلا اساسي في الفرق اولا حتى احتويات اقامكم ما دخلش الاسكور يعني بس والحمد لله لعب ربنا كرموا بعد كده والامور بقت كويسة وقعت فترة بعيدة عن ملاعب خمس ست شهر لكن رجع يلعب ولعب اساسي وكسر الدنيا ومش في اماكن كويسة فده الجانب الخافي اللي ممكن الناس كتير ما تعرفوش يعني وانا عمري كنت احكي الحاجات دي قبل كده لكن كنت بحكيها للناس الرائبة يعني مرتاش الحاجات دي قبل كده في تلفزيون